أضاف الرئيس السيسي أن الاجتماع بشأن القدس يأتي على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية وأشار الرئيس السيسي لأن استمرار الإجراءات أحادية الجانب والمخالفة للشرعية الدولية يزيد من الاحتقان على الأرض ويهدد بإنفلات الأوضاع الأمنية لقد بادرت مصر منذ أكثر من أربعة عقود بمد يد السلام لإسرائيل سلام قائم على العدل وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وأكد هنا أن عصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظن له هي القدس الشرقية